اشتركوا في القناة نتساءل لماذا قامت قوات اردوغان باعتقال رئيس بلدية محافظة وان هذه المحافظة الكبيرة والهامة فيما الجيش التركي يقوم بحرق سيدة في منزلها ورئيس حزب السعادة التركي يقول ان كل ما فعله اردوغان ضد الشعب السوري انقلب ضد الشعب التركي والمستفيد الوحيد هو الكيان الاسرائيلي متابعينا نرحب بالخبير في شأن التركي الصحفي ساركيس قصار جيان اهلا ومرحبا بكم استاذ ساركيس صباح الخير لك ولك المشاهدين القائد دعنا نبدأ من المعلومات التي اكدتها وزارة الدفاع الروسية بقيام الجماعات الارهابية باطلاق النار على مظاهرة خرجت ضدهم وهذه المظاهرات على مدى اسبوع وقتلت سبعة عشر مواطنا مدنيا وجرحت اربعين نتساءل لماذا يخرج الناس بكل هذه القوة وبهذا العناد اذا صح التعبير وهم يعلمون مدى اجرام هؤلاء الارهابيون وانهم لن يتوانوا عن اطلاق النار عليهم رغم ذلك يخرجون ضدهم يعني خلينا نقول بالبداية نصار فيه بالاحياء الشرقية بشكل خاص بحلب موضوع فشل الهجوم الاخير اعطى دفع معنوي لسكان هذه الاحياء يعني فشل الهجوم اولا كسر من رهبة المجموعات المسلحة على اشكالها وانواعها الموجودة المتمركزة في هذه الاحياء اضافة الى ان كل ما بيزداد الضغط على هذه المجموعات بالاحياء الشرقية نتيجة طبعا الحصار المفروض ونتيجة فقدانهم لامل فك هذا الحصار يعني كان هناك الهجوم الاول بتتذكر بشهر قاب ومحاولة احداث خرق من جهة الراموسة من جهة الراموسة الهجوم الثاني من الجبهة الغربية في منيان وضاحية الاسد وإلى آخره طبعا المحاولتين فشلوا هنا منهم محاولات صغيرة يعني صحيح يعني هي حاولات كبيرة جدا لمد الجسور مع الارهابيين في باقي المناطق طبعا وكان هناك تركيز كبير جدا من قبل الاعلام هذه المجموعات الاعلام المباشر يعني بما يخص صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو القنوات الدائمة بشكل مباشر أو حتى من قبل الاعلام العالمي بشكل عام يعني كان هناك تركيز وطبعا بداية الهجوم كان قوي جدا أول يوم وثاني يوم وتفجير المفخخات وكذا هذا أدى نتذكر إلى نجاح المجموعات في إحداث خرق ثغرة صغيرة صحيح فهذا يعني عمل زخم من المحاولة الثانية يعني أو ما سمي بملحمة حربية ما الذي حصل بعد ذلك حتى وصلوا إلى هذه النتيجة وهجوم فشل وبالتالي الحصار مستمر على هالأحياء طبعا كلما زاد الضغط على هذه المجموعات كلما رح بطبيعة الأحوار رح يضغطوا أكتر على الشعب على السكان يعني في معلومات بتقلك مثلا أنه المجموعات المسلحة كما قلنا باختلاف أنواع عندها مستودعات بهذه المستودعات عندها مؤان ومواد غذائية ومواد تموينية هي تحاول قدر الإمكان إطالة أمد المقاومة هذا الحصار من خلال ما يوجد في هذه المستودعات وبالتالي مثلا يعني آخر هم توزع لها الشعب لها الكذا فأنا من خلال معلوماتي أو متابعتي أنه إحدى المظاهرات استادفت بالدرجة الأولى الدخول إلى هذه المستودعات رغم أن هذه الجماعات ومن يتحدثون باسمها يقولون ويرفعون الشعارات أنهم موجودون لحماية المدنية لا لا واضح لك لألك شغلة واضح بالنهاية أنت لما بتفوت بين المدنيين وبتتمركز بالأحياء المدنية وبتعلن حرب من هالمواقع اللي أنت تمركز فيها واضح أنه بالنهاية آخر همك موضوع وجود المدنيين نحن عم نحكي عن أحياء حلب الشرقية بشكل خاص وأنا ابن مدينة حلب هي أحياء ضيقة ذو كثافة سكانية عالية الكثير من المناطق فيها هي مناطق سكن عشوائي وبالتالي أي تمركز ضمن هاي الأحياء يعني أنت عمليا عم بتعرض الحي كله للخطر لأنه أي مجموعة بتتخذ مقر إلى بأحد الأحياء وبتدى بضرب الصواريخ محاولة ضرب الطيران يعني ما رح نحكي عن فقط الطائرات اللي سابقا كانت تستهدف مواقع المسلحين هذا ناهيك عن عزل هذه الأحياء عن الإعلام الخارجي ويسمعون فقط المعلومات والأكاذيب التي تنشرها فقط هذه الجماعات طبعا بآخر فترة موضوع الإلحاح الكبير للحكومة السورية وتبني هذا الملف من قبل الحكومة الروسية بما يعني أقصد بالملف ملف المصالحة أو على الأقل محاولة إخراج المدنيين طبعا هذا عمل يعني هذا الخبر انتشر بالنهاية فيها الأحياء وصار في كتير محاولات للمدنيين بالخروج أو على الأقل الحالات الإنسانية المرضى والجرحة الأطفال النساء الشيوخ ولكن للأسف حتى التقارير أو حتى من خلال متابعتك يعني ما رح أقول عن تقارير وزارة الدفاع الروسية أو الخارجية الروسية أو تقارير الحكومة السورية يعني خلينا نقول الصفحات الموالية للمسلحين التي تحدثت مثلا عن موضوع منع خروج المدنيين من هذه الأحياء أو حاولت بالبداية يعني أنا من خلال متابعتي بالبداية حاولوا أنه يخوفوا العالم من الخروج وقتل شافوا أنه في رغبة يعني في محاولات من القبل المدنيين للخروج استخدموا عم نلاحظ أنه ثمن باهض خروج الناس بهكذا مظاهرات وسط وجود هكذا مجرمين يعني لا يوفرون أحد هل ماذا تتوقع أن تستمر الضغط الشعبي؟ بتوقع الضغط الشعبي رح يستمر يعني بالنهاية لأنه مثل ما قلت لك الضغط المفروض على المسلحين نتيجة حصارهم محاولة قطع طرق الإمداد عنهم هذا الضغط المسلحين بطبيعة الأحوال رح يحاولوا يعكسوا على الناس اللي اتخذوا منهم دروع بشرية أصلا يعني وبالتالي بالنهاية يعني لما أنت بتوصل لمحال بتشوف أنه هذا المسلح عنده المواد التموينية والغذائية اللازمة وآخر همه أنك أنت تقدر تحصل عليهم أو لا فهذا أكيد رح يولد ردة فعل أكتر من الموجود وبالتالي رح يكون فيه محاولات أكتر للضغط على هذه الجماعات طيب هذه التطورات الأخيرة هل يمكن بأي شكل من الأشكال ولو أن الكثير لم يعد لديهم أمل هل يمكن أن تغير من مواقف الدول الدائمة لهذه الجماعات؟ لك يعني تاريخ الأزمة السورية بيثبت لنا أنه كل ما صار في ضغط أكتر على هذه المجموعات اللي عم نحكي عنها كل ما بيكون هناك تراجع عن السقف العالي لبعض الدول الدائم لها يعني أنا دايماً وقتنا نحكي عن ملف مدينة حلب بشكل خاص دايماً تذكر ملف مدينة حمص يعني كيف مدينة حمص بالبداية خلينا نقول يمكن خمسين بالمئة من المدينة كانت خارج السيطرة مجموعات مسلحة تسيطر على أحياء سابقاً كيف بعد بدأ العملية الجيش يعني بعد ما إعلان عن عدم التراجع عن هذا الهدف يعني سابقاً كان في عمليات حتى بمدينة حلب كان في عمليات ولكن العمليات ما كانت بها الزخم بهالقرار النهائي يعني كان هناك محاولة توسيع الإطار حول المناطق الآمنة من أحياء حلب الغربية قبل أشهر تم الإعلان عن وجود هدف وهو تحرير حلب بشكل كامل من سيطرة هذه المجموعات وبالتالي أنا بشوف سيناريو قريب كتير من سيناريو اللي صار بمدينة حمص يعني بنهاية هذا الضغط الدول الدعمة لهذه المجموعات على اختلاف يعني مجموعات متعددة وبالتالي دول متعددة دعمة لها راح تحاول تلاقي حل يعني راح تحاول على الأقل تحافظ على ماء الوجه كما يقال لحتى بقيت المجموعات ما تفقد أملة بهالدول وبالتالي التدخل إما من خلال الأمم المتحدة أو من خلال قنوات غير رسمية وسطة كذلك لا الوصول إلى اتفاق يمكن أن يكون مثلا بخروج المسلحين لمحافظة أخرى أو تسليم السلاح وتسوية الأوضاع أو على الأقل إخراج المدنيين يعني فيه احتمالات كثيرة بس بتوقع يعني موضوع الوصول إلى صيغة معينة ما راح يكون موضوع هذا ساركيس أنت صحفي نتساءل تساءل ربما سوف يفرض نفسه بقوة في الأيام القليلة القادمة أين الفيديوهات أين التقارير أين التوثيقات التي دائما تعتمدها الدول الغربية كوثائق وتوجه من خلالها التهم إلى الحكومة الروسية والسورية على حد سواء أين كل هذه الفيديوهات من هذه الجرائم للجماعات الناشطة على الأرض وعلى مثلا منظمة ما تسمى بالقبعات البيضاء لماذا لم يخرج حتى الآن ولا فيديو واحد لجرائم هذه الجماعات ضد الآمنين في الأحياء الشرقية يعني أولا مثلا بما يخص موضوع القبعات البيضاء بالذات هني بالنهاية مجموعة يعني توجه هاي المجموعة التوجه تبع معروف ارتباطاتها معروفة يعني وتتذكر وقت كان في احتمال حصولهم على جائزة النوبل تم تسريب كتير صور وتوثيق حالات يعني لا مقاتلين بصفوف مجموعات متطرفة وصولا لجبهة النصرة وهنا بنفس الوقت عضاء بالقبعات البيضاء يعني يمكن كانوا مقاتلين وبعدين صاروا حاولوا يعطوا لحالهم هاي الصورة الصورة المدنية أو الصورة الإنسانية يلعبوا هذا الدور والبعض كان مقاتل وبنفس الوقت عضو يعني ما رح نشوف فيديوهات أكيد ما رح نشوف يعني نحن عم نحكي عن مجموعات يعني عم نحكي عن منطقة هاي المجموعات المتحالفة بخنادق القتال تبعا لما بيكون في إشكالية صغيرة بيروح فيها ست سبعة أتلة من كل طرف من كل جهة فما بالك أنه نحكي مثلا عن سبب الهمجية والعنف والوحشية يعني من المؤكد حتى وإن كان هناك بعض الناشطين خلينا نقول أنه بيحاولوا يوصلوا طبعا هناك يعني لا أحد ينكر مأساة أهلنا في أحياء حلب الشرقية يعني من المؤكد أنه كل سوري يعني أول ما بيهتم بموضوع هاي الأحياء بيهتم بالوضع الإنساني لهالناس اللي للأسف صار لهم أربع خمس سنين تم اتخاذهم كدروع بشرية البعض طبعا في بداية الأحداث يمكن انجر أو انصاغلي لشعارات معينة وكذا ولكن على الأقل بعد توضح الصورة النهائية على الأرض في هذه الأحياء ووجود مجموعات متطرفة يعني تدخل بكل شيء يعني تدخل بالحياة الشخصية لكل فرد عايش بهاي الأحياء طبعا بالنهاية هم أسرة يعني أسرة هذه المجموعات ونحن عم نحكي عن مجموعات لا شرعية لها يعني اليوم مثلا جبية النصرة أو الفصائل المتحالفة مع جبية النصرة شو ما عملت بالنهاية هي هو فصيل إرهابي يعني مدرج بقوائم الإرهاب وبالتالي لا مسؤولية لها يعني ما فيك ما فيك أنت مثلا شو بتعمل مع جبية النصرة لا ما له حال بتروح تكي للأمم المتحدة يعني للأمم المتحدة أنا كانت تغطي ببعض لحياة يعني عرفت فأه صحي فما بالك نحن عم نحكي عن مجموعات هي بالنهاية حتى يعني بتتبح وبتأتل لما بينشب خلاف صغير على حاجز يعني على موضوع مرور من الحاجز عشرات ومئات القتلى ذهبوا في أعزاز بين الجبهة الشامية وأحرار الشام حتى بموضوع الأحياء الحلب الشرقية ومع وجود الحصار ومع وجود ما يسمى ما تم إطلاق تسميتها في حينها معركة بالأحياء الشرقية ما سبب الاشتباكات التي حصلت بين هذه الجماعة قلت لموارد قلت خف التمويل طبعا يعني وبالتالي كل مجموعة راح تحاول تفرض سيطرتها بشكل كامل على مستودعات الذخيرة مستودعات المؤمن مستودعات لماذا انخفض هذا التمويل ومن كان يموض حصار حصار بالدرجة الأولى عدم وصول يعني الدول الدائمة ما زالت راغبة بمزيد من الدعم لكن الحصار الذي فرض تماما أستاذ ساركيس انطلاقا من أن معظم الإرهابيين الماريقين عبروا الحدود السورية انطلاقا من الأراضي التركية ودورها معروف في الأزمة السورية وبات واضحا استمرارا لأسبوع من الدرجة نتساءل لماذا قامت قوات أردوغان بالأمس باعتقال رئيس بلدية محافظة وان ونحن نعلم أن رئيس البلدية في ولاية وان يمثل المحافظة في المحافظة حدثنا عن هذه المحافظة أولا أو الولاية وما أهميتها في تركيا يعني ولاية فان هي من الولايات الكبيرة الموجودة بشرق تركيا إلا خصوصية ولاية فان يعني فيها أكثرية كردية إذا بدنا نحكي بموضوع التقسيم الأثني الموجود في تركيا أو الملف الكردي هو أحد الملفات الشائكة جدا كانت وما يزال هذه القضية القضية الأولى يعني في الأجندة السياسية التركية بالإضافة إلى وجود فئة كبيرة من الشيعة يعني ولاية فان هي من الولايات الإلة خصوصية بتركيا هلأ بالملف التركي بشكل عام يعني منلاحظ أنه قبل محاولة الانقلاب الفاشل الأخير ليس كما بعده يعني بعد الانقلاب بعد المحاولة الفاشلة هناك محاولة استغلال لهذه الحادثة بالذات من قبل الحكومة التركية حكومة العدالة والتنمية إلى أقصى حد ممكن يعني طبعا الكل صار يعرف موضوع الاعتقالات اللي بديت بصفوف المؤسسة العسكرية وهي عمليا المؤسسة اللي أكتر شي حزب العدالة والتنمية أو أردوغان بشكل خاص كان متخوف منها لأنه المؤسسة العسكرية التركية لابع في موضوع الانقلابات والتدخل في السياسة ومحاولة يعني المؤسسة العسكرية معروفة أنها مؤسسة هي حامي العلمانية في تركيا حامي أسس أتاتورك في تركيا ولكن هذا الأمر يعني انتقل من المؤسسة العسكرية للموظفي الدولة بحجة انتمائهم لحركة فتح الله قلان الدعي الإسلامي أو الكيان الموازي هذا يعرف بتركيا هلأ المشكلة هون بالبداية أنه هذه الحركة يعني اللي خلينا نقول اللي جابها الحركة ووصلوا لهون هن العدالة والتنمية يعني قبل قبل الألفين وعشرة كان هذا الكيان معروف وحتى العدالة والتنمية بدءا من رئيس الجمهورية في أنا ذاك قل وصولا لأردوغان لأحمد داود أولي يعني الساسة البارزين أو الساسة الصف الأول في السياسة التركية كانوا يعلنون بصراحة أنهم حلفاء مع الدعي الإسلامي مع قلان لكن يبدو أن لاحقا صار فيه اختلاف بالأفكار السياسية وليس عقائديا حتى بالأمس أردوغان أعرب عن أسفه نتيجة هالخلاف اللي صار رغم عدم وجود خلاف عقائدي يعني الحركة وحزب العدالة والتنمية عقائديا متفقين بالتوجهاتهم الإسلامية بطريقة عملهم بمحاولة التغلغل في مفاصل الدولة حتى بالمجتمعات المدنية خلاف بالرؤى السياسية خلاف بالرؤى السياسية طبعا اليوم يعني أول ما بنحكي عن الكيان الموازن بتركيا بيطلع لك حدا من مسؤولي الأعدالة والتنمية بيقلك بمعنى يعني بالعامية بنقول تضحكوا علينا يعني في النهاية هذا التساؤل طبعا لازم يطرحوا المواطن التركي قبل ما يطرحوا أي محلل أو أي متابع هل يمكن لحزب تضحك عليه أنه يدير بلد مثل تركيا بموقعها بقوتها العسكرية والسياسية والاقتصادية ولكن الاعتقالات اليوم يعني وصلت لأعضاء وطالت مسؤولين كبار تمام وصلت لأعضاء البرلمان يعني نحن لما منحكي عن اعتقال نائب برلماني أو منحكي عن اعتقال رئيس بلدية فنحن عم نحكي عن اعتقال ناس منتخبين يعني منهم موظفين دولة لحتى تقول أنه هذا دعم للكيان الموازي وبالتالي تسرب لموقع معين في الحكومة وإلى آخرها نحن اليوم عم نحكي عن نواب وخاصة نواب حزب الشعوب الديمقراطية الموالي للأكراد هن نواب منتخبين ويتم اعتقالهم بناء على مذكرات أو بناء على تهم موجهة هذه الممارسات ماذا تفيد مشروع اردوغان في الداخل خلينا في الداخل اردوغان يحاول اليوم التخلص من الخصوم في الداخل يحاول التخلص من أي صوت قد يرتفع ضده بما يخص موضوع الانتقال إلى النظام الرئاسي يعني تركيا في هذه الحالة يعني إذا بدنا نوصف الحالة التركية من وجهة نظر الحكومة التركية فبدنا نقول أنه نحن عم نحكي عن دولة تعرضت لمحاولة انقلاب دولة إلى مشكلة إلى أزمة ديبلوماسية مع كل دول الجوار تقريبا مع هذا روسيا اللي صار فيه في آخر فترة صار فيه تقارب نتيجة وجود مصالح اقتصادية أو سياسية وإلى آخر عم نحكي عن دولة فيه هناك عندها مشكلة اليوم بالشأن الاقتصادي الدولار عم بيطلع مقارنة مع الليرة التركية يعني قطاع السياحة قطاع الإنشاءات قطاع التصدير في القطاع الزراعي يعني هذول ثلاث أسس اللي تعتبر أساس الاقتصاد التركي في مأزق في مهنة في محلة فبالتالي نحن بالمقابل عم نحكي عن انتقال لنظام رئاسي تغيير منظومة الدولة التركية وكأن كل هالمشاكل هي نتيجة وجود منظومة النظام البرلماني السائد حاليا يعني إحراق امرأة أو سيدة في منزلها في نفس المحافظة التي ذكرتها قبل قليل فان من قبل عناصر أردوغان واعتقال أيضا الرئيسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي أيضا الأسبوع الماضي الرئيسة وعضاء البرلمان بحملات بعض المنتصف الليل هذا كله تضعه تحت أحلامه بالانتقال إلى نظام رئاسي أكيد هي محاولة قدر الإمكان اسكات المعارضة الداخل اليوم لما يكون فيه مثلا حملة اعتقالات تطال رئيس تحرير ومدراء تحرير صحيفة جمهورية التركية وهي صحيفة معروفة مقربا من حزب الشعب الجمهوري يعني هذه الصحيفة التي لها تطلعات علمانية وهي الصحيفة المقربة من المؤسس الدولة التركية مصطفى كمال أتاتول وبالتالي يتم اتهام بعض الصحفيين في هذه الصحيفة بالقرب من الكيان الموازي يعني صحيفة علمانية بتوجهات علمانية متطرفة أحيانا في علمانيتها يتم ربطها مع حركة إسلامية وتارتان بالملف الكردي وملف حزب العمال الكردستاني طيب إذا كانت هذه الممارسات الداخلية وهذه الجرائم وهذه الاعتقالات هدف نظام الرئاسي ما هدف هذا الاحتلال إذا صح التعبير أو الغزو للشمال السوري والشمال العراقي وماذا سيفيد أردوغان موضوع محاولة احتلال الشمال العراقي والشمال السوري هذا موضوع شائق جدا يعني فينا نحكي فيه يمكن برنامج كامل ولكن أكيد يعني ناهيك عن فكرة الحلم العثماني لدى أردوغان ولدى الكثير من أساسة حزب العدالة والتنمية طبعا هذا لا يعني أن الحزب بأكمله له توجهات عثمانية ولكن اليوم نحظنا قبل الانقلاب لم يجرأ أردوغان على الدخول بشكل مباشر جاء الدخول بعد محاولة الانقلاب الحلم كان موجود سابقا ولكن الانقلاب عزز من إمكانية طرح نظريات المؤامرة يعني بعد الانقلاب صرنا نشوف أردوغان بيحكي مثلا عن طورط الوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وطورط الاتحاد الأوروبي في هذا الانقلاب وجود خصوم في الداخل يحاولون النيل من النظام الديمقراطي داخل تركيا هل كان الجيش التركي ليقبل بهذا الدخول قبل الانقلاب قبل أن يعتقل الكثير من قياداته يعني الجيش التركي سابقا تتذكر عندما تم طرح إنشاء منطقة حظر جوي ومحاول يعني طرح فكرة التدخل في سوريا موقفه كان رافض لهذا الموضوع ولكن اليوم نحن نحكي عن مؤسسة تعرضت الانقلاب يعني حتى المؤسسة العسكرية يعني النتائج بالفعل هي التي تعرضت الانقلاب المؤسسة العسكرية هي المؤسسة التي تحملت أكثر جزء من نتائج هذا الانقلاب يعني تعرضت الانقلاب حين المحاولة وتعرضت لاحقا لملاحقات واعتقالات وإلى آخر وإلى الآن يتم ممارسة ضغط كبير جدا على هل صحيح ما يقوله البعض هل تتفق مع هذه الفكرة أن أردوغان وما يفعله اليوم ربما يحقق بعض النجاحات لكنه سوف يدفع تمنه غاليا لاحقا خاصة ما يفعله في سوريا هذا صحيح أردوغان نجاحاته بدءا من 2002 يعني بدءا من تولي حزب العدالة والتنمية لقيادة الدفة السياسية في تركيا منذ تشكيل هذا الحزب أول حكومة بدون نجاح كبير في البرلمان وبالتالي لم يضطر هذا الحزب لتشكيل حكومة ائتلاف أو وحدة وطنية وإلى آخرين فالعامل الاقتصادي كان العامل الأساسي أو الرئيسي لشعبية هذا الحزب كل ما صار فيه هناك تراجع في المستوى الاقتصادي ومستوى دخل الفرد في تركيا هذا سيؤثر على شعبية الحزب يعني لك فيه سياسة معينة تم اللعب على الوتر الديني الطائفي في البداية في البداية حزب العدالة والتنمية قدم حاله كنموذج عن الإسلام السياسي المعتدل المتقبل لكافة الأراء والذي يحتوي جميع الحركات وهذا النظام الديمقراطي اللي حتى الغرب بدأ يشيد فيه يعني يعني النظام كان فيه محاولات يعني دايما كنا بنسمع من الساسة الأمريكية انه نموذج بالمنطقة انه اتخاذ هذا النظام نموذج صحي لاحقا صار فيه هناك التوجه نحو التشدد أكثر لجذب الإسلاميين المتشددين في البلاد اليوم هناك محاولة للعب على الوتر القومي وبالتالي جذب اليمين القومي التركي يعني نحن لما بنحكي مثلا لما بيحكي عطا تورك عن الميثاق الوطني وهذا الميثاق هو الميثاق الذي تم اعتماده في العشرينات يعني في بدايات القرن السابق من قبل أتا تورك والمجلس الحاكم أنزاك واعتبر الموصل أو ولاية حلب بين مزدوجتين ضمن نطاق السيطرة التركية وبالأخير هذا يعني أردوغان يعرف أنه القوى الكبرى والمؤثرة في الملف السوري والعراقي في ملف المنطقة اليوم ترفض بشكل قاطع إعادة ترسيم الحدود بحيث ضم هذه المنطقة أو هذه الأراضي للتركية ولكن هذه محاولة لشد الوتر العرقي لدى الأتراك المتطرفين أو لدى اليمين التركي المتطرف واليوم نلاحظ أنه أكثر يعني أيضا الأهداف داخلية لهذا التدخل الخارجي طبعا لذلك أكثر حدا يعني نحن عم نحكي عن برلمان تركي فيه أربع أحزاب حزب العدالة والتنمية اللي هو الحزب الحاكم حزب الشعوب حزب الشعب الجمهوري اللي هو المعارضة الأم في تركيا حزب الشعوب الموالي للأكراد وهنا نحكي عن الحركة القومية التركية اللي هو اليمين القومي التركي هو الحزب الوحيد اليوم اللي يتجانس مع عدد من المواقف مواقف حزب العدالة والتنمية اسمح لي هنا أقتبس من بعض المواقف وبنفس الفكرة التي تفضلت وتحدثت عنها رئيس حزب السعادة التركي سيد مصطفى كما لك أقتبس من كلامه كل ما فعله أردوغان ضد الشعب السوري انقلب ضد الشعب التركي والمستفيد الوحيد هو الكيان الإسرائيلي وأيضا نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي فاروق لوغ أوغلو دعا إلى عودة العلاقات مع سوريا واصفا سياسات أردوغان بالهدامة والمدمرة طبيعي نحن نحكي أولا نحكي عن العلاقات التركية الإسرائيلية بعد مسرحية الوان مينت في دافوس وصحب السفراء وإلى آخرية المؤشرات الإحصاءات حتى الأرقام الرسمية الصادرة عن الحكومة التركية تشير إلى التطور في العلاقات الاقتصادية بين تركيا وإسرائيل خلال فترة القطيع بناحو خمس أضعاف نحن نحكي عن علاقات كانت مستمرة ولكن الوضع السياسي ونتيجة الشعارات التي طرحتها حركات ما سمي بالربيع العربي في عدد من الدول العربية والإسلامية كان يحتم على الحكومة التركية بأن ترفع من صقف التصريحات فقط كل شيء يحكيه تم الحديث عنه بما يخص إسرائيل هو كان بإطار التصريحات الصفقات العلاقات التجارية استمرت الصفقات العسكرية استمرت تبادل معلومات الاستخباراتية كل مجالات التعاون استمرت بالنهاية طبعا الآن تم إعادة تطبيع هذه العلاقات وهناك غضب شعبي كبير داخل تركيا نتيجة التطبيع طبعا بالنهاية أنت عم تحكيها هل تشعرون أن أردوغان يكذب عليهم عندما يدعي أنه مسلم ويدافع عن الإسلام ويحب فلسطين والقدس وبالمقابل يطبع مع إسرائيل هل هذا هو السبب خروجهم؟ في فئة تلحى وبتدعم أردوغان بدون التفكير لا بالسياسات قلتها سابقا في فئة من مؤيدة أردوغان هؤلاء الذين رأيناهم يقتلون الجيش التركي يعني الراديكاليين كانوا من الإسلاميين كانوا من القوميين هذه الفئة أردوغان عندما يتهم إسرائيل يصفقون له عندما يقول سنعيد العلاقات مع إسرائيل يصفقون له عندما يقول سنصل إلى اتفاق مع الكرات يصفقون له عندما يقول أن الكرات والأحزاب الكردية من خلينا نقول من حزب العمال الكردستاني لوحدات حماية الشعب وإلى آخيره هي أحزاب إرهابية حركات إرهابية يصفقون له ذراع أردوغان الطولة داخل تركيا هم ناس يعني مؤمنين بأردوغان إلى درجة العامة يعني هذا القيادة العامة كما يقال هناك فئة يعني بتركيا اليوم ما كتير مهتمة بالأمور بالمواضيع السياسية الأهم الأساسي هو الموضوع الاقتصادي ونحن نحكي عن تركيا كمان شركات كبيرة كتير يعني ما رح نقول دولة شركات متعددة الجنسية ولكن في شركات كتير كبيرة وشركات بثلاثين ثانية تركيا أردوغان بهذه المعطيات إلى أين أعتقد أنه محاولة الوصول إلى النظام رئاسي هذه المحاولة قد تنجح يعني كل المعطيات تشير أنه أردوغان رح ينجح بالانتقال للنظام الرئاسي ولكن هذا الانتقال رح يزيد من التناقضات الداخلية الموجودة في المجتمع التركي أعتقد أن هناك انفجار داخلي في المجتمع التركي نتيجة ملفات اسكات المعارضة ملاحقة الأكراد يعني ملفات كثيرة جدا الصحفي سركيسا قصار جيان الخبير في الشأن التركي شكرا جزيلا لكل هذه المعلومات القيمة وشكر الكبير لمتابعينا ودمتم بأمان الله شكرا شكرا